من يصدق ثم تحدث الرياضي داخل محافظة غيبة وأبناء خاف مربعات العنف والجهل لعقود من الزمن أو كما يقال يحاولون خلق مساحات حياة في عتمة الحرب التي لا تزال تقضب أطراف محافظتهم المشتعلة بالنار ليس قدرنا أن نحمل السلاح ونحارب فقط تقول أيديهم الشغوفة باللعب في شباك الأفق لكننا نحب ألوان الحياة أن الشباب في الجوف ليس في القبهات فقط وإنما في ميادين الرياضة والثقافة وغير هذه من المجالات إنه الشباب في الجوف الجيل المتعطش للرياضة أكثر من أي وقت مضى يركض في مساحات مفتوحة من السحراء نتيجة غياب البنية التحتية وحاجتهم لكثير من الدعم الذي يجعلكم قادرين على مواصلة الرياضة ويؤهلهم لخوض منافسات على مستوى المحافظات نتمنى من وزارة الشباب والرياضة لفت نظر لهذه المحافظة ولهؤلاء الشباب المتطلعين لها نتمنى من الجميع أن يكونوا يدا واحدة مع أبناء محافظة الجوف أنشطة رياضية تنوعت بين كرة القدم والطائرة وسباق الماراثون نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بالتزامن مع الذكرى الخمسين للوبيل الذهبي الثلاثين من نوفمبر والتي رعتها وزارة الشباب والرياضة في التفاتة هي الأولى لشباب هذه المحافظة هذا الماراثون هو الأول من نوعه يأتي أيضا مع إقامة العديد من الأنشطة والبطولات الرياضية في مجال كرة القدم في مجال كرة الطائرة البرامج التدريبية المبادرات الشبابية فنشكر كل من تعاون معنا في إقامة هذه الأنشطة إنهم يرسمون الصورة الأجمل لمحافظتهم التي غيبت في يوميات الجهل كما شاءت لها الحكومات المتعاقبة وأنهكتها بالصراعات والحروب لتبقى محافظة الجوف وأبناءها التواقون للغد بانتظار مزيدا من الدعم الذي يجعل من هذه الصورة بديلا لواقع الحرب علي الجرادي قناة بلقيس الجوف ترجمة نانسي قنقر